ونروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على مقر مجلة الاهرام الرياضي عشان نشوف زمالتنا العزيزة روزان نصر حتتابع معانا ازاي اخرى الاخبار والمستجدات في عالم الرياضة سواء في الصحف والمواقع المحلية او الاقليمية او العالمية والجدير بالذكرة حيكون لها لقاء مع الستاذ عبد المنعي الفاهمي الناقد الرياضي وكذلك هو ايضا مدير تحرير مجلة الاهرام الرياضي صباح الفل عليك وصباحنا على ضيفك العزيز وتفضلي احنا سمعينك بصبح عليك يا كريم بصبح على كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد قبل ما ادخل في الاخبار طبعا عايز اقول كل سنة وكل المصريين بألف خير كل سنة ومشاهدين الاهلي طبعا طيبين بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر المجيد يعني يمكن انا سمع الاغاني وبجد الاغاني دي بتفكرني بايام طفولتي وحاجة يعني بصراحة حلوة جدا وكبتي يعني كنت تلتي اصغر سنة بكتير من انت تكوني موجبة للمرحلة دي ولا ايه بس ايه اغاني طبعا يعني اكيد بتهز كل المصريين لا كنا بتشغل اغاني دي في المدرسة اوكي تمام تفضلي ندخل في اهم العنوين من الاهرام الرياضي الفراعنة والاختيار صفر امام ليبيا كمان من الاهرام الرياضي رونالدو وصلاح مواجهة فردية بلغة الارقام القياسية من موقع اليوم السابع اتحاد الكرة يرسل مشروع تعديلات اللائحة للفيفا واخيرا من الشرق الاوسط ايطاليا تتسلح بجماهرة في مواجهة اسبانيا بنصف نهائي دوري الامم الاوروبية اليوم طبعا هيتكلم معنا في كل تفاصيل هذه الاخبار الاستاذ عبد المنعم فهمي مدير التحرير بجريدة الاهرام برحب بيك طبعا في البداية على شاشة قناة الاهلي خليني يبدأ مع حضرتك على اخبار المنتخب ايه اخر استعدادات المنتخب بسم الله الرحمن الرحيم المنتخب جاهز بكل التفاصيل وجاهز بكل لعبته وعنده يعني كتيبة من اللعبين الجيدين سواء على المستوى المحترفين سواء على مستوى اللعبين المحليين صلاح انضم خلال الساعات الماضية وجاهز المبارا المبارا مهمة جدا ومفصلية لازم المنتخب يخرج على الاقل باربع نقاط من هاتين مبارتين لازم يفوز على الاقل هنا وتعادل مسلا هناك بس اتمنى الفوز لان الفوز معناه ان مصر ستحافظ على حظوظها في التأهل للمونديال غير كده اي نتائج غير اقل من اربع نقاط في مشكلة كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر ونحن طبعا واثقون في منتخب مصر في تقديم يعني عرضين جيدين يمحوا بهم العرض السابقة وفي نفس التوقيت يفوز بست نقاط ان شاء الله يوصل بهم للمرحلة التالية ان شاء الله كلنا طبعا شوفنا قدقين محمد صلاح الفترة اللي فاتت كان متصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي هل ارقامه قياسية فعلا وهل فعلا هو احسن لعب في العالم في الوقت الحالي؟ لو سألت اي حد في العالم سألي اي خبير سألي اي لاعب سألي اي لاعب سابق لعب حالي جمهور اي حد محمد صلاح الان هو من افضل انا شايفه الناس بتقول من افضل لا انا شايفه افضل لعب في العالم في حد في العالم بيقول محمد صلاح هو فعلا من افضل لعب العالم الان مش كلام مش عاطفة كمصريين من اتعاطف معاه بقدر ارقامه في الدور الانجليزي ارقامه العالمية ارقامه في دور الابطال حاجة فخرة لكل العرب بصراحة يعني انا سعيد جدا ان انا انتمي يعني انا مصري ومحمد صلاح مصري فدأ شي جميل جدا بصراحة توقعاتك ممكن الانتخابات تحصل امتى تحديد انتخابات تحديد الكورة هو الله هو فيه خلاص تم رسال مبارح مشروع التعديلات العليحة كانت فيه تعديلات حصلت في نوفمبر من العام الماضي وتمت الموافقة عليها خلال في يونيو الماضي لكن الجمعية العمومية طلبت بعض التعديلات التانية وبالفعل وصلت اتحاد الكورة مبارح فاتحاد الكورة بعثها للفيفا ومنتظر طبعا رده في النهاية رد الفيفا هيكون حاسب بنسبة كبيرة جدا ممكن تكون الانتخابات امتى يعني من المتوقع ممكن تكون على السنة الجاية ان شاء الله توقعات طبعا حضرتك لمبارات ايطاليا واسبانيا اليوم بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية مباراة صعبة خلي بالك يا مباراة سائرية يعني ايطاليا فازت على اسبانيا براجل الترجيح ووصلت الدور النهائي في دوري في أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية دي يعني مباراتين مهمتين في نصف النهائي والنهائي والفاز بالمباراتين حيوصل للنهائي المباراة النهائي النهاردة إيطاليا تتسلح بأرضها وأسبانيا تتسلح بنجمها والفريقين قادرين أنهم يعملوا مباراة كويسة ومعني مباراة من العارة السقيل أنت المتشوف في إيطاليا وأسبانيا وبلجيكا وفرنسا يلعبوا في بطولة الفايز بيوم يوصل للنهاية لا ده شيء إحنا منتظرين المتعة منتظرين أن نخلي بالك حضرك بتلعبي بطل أوروبا وبطل سابق فهي شيء يدعونا إلى الانتظار ومشاهدة المباراة الممتعة إن شاء الله بشكر حضرتك جدا الأستاذ عبد المنعم فهمي مدير التحرير بجريدة الأهرام دي كانت كل الأخبار هنا من جريدة الأهرام أعود لكم مرة تانية في الاستوديو كل الشكر ليكي إزمارتنا العزيزة روزان نصر وطبعا لضيفك العزيز وأكيد شكرنا موصول كمان لسالة حامد وطبعا تغطية أكتر من ممتازة سواء من داخل مقر النادي لأهلي في الجزيرة أو من مقر مجلة الأهرام الرياضي جزيل الشكر ليكم